هل أنت تعتبر نفسك صاحب فرقة إسلامية جديدة؟ هل أنت شيعي أم سني؟ هذا السؤال يتردد كثيراً وأجبت عليه عدة مرات ولكن الأسئلة تتكرر مرة بعد أخرى لذلك أحب أن أوضح هذا الموضوع جيداً أولاً حتى نعرف الفرق الإسلامية كيف تكونت حتى نقول أن هذا صاحب فرقة أو ليس بصاحب فرقة الفرق الإسلامية بصورة رئيسية تكونت أو تفرعت حول السياسة حول أنظمة الحكم نظراً لخلافات العوائل القراشية من أموية إلى هاشمية إلى علوية إلى فاطمية إلى حسنية وحسنية وهكذا كلهم كان يدورون في الدائرة القراشية الهاشمية والعلوية ويتفرعون يوماً بعد آخر وهناك فرقة أخرى خرجت على هؤلاء جميعاً وهي الفرقة الإباضية اللي هما أساساً ولدوا من الخوارج الخوارج الذين كانوا ينتمون إلى شرق الجزيرة العربية يعني بني عبد القيس وبتميم وبني حنيفة والأز من أمان هؤلاء شرق الجزيرة العربية لم يقروا لقريش بسيطرتها على الأمة الإسلامية وعلى الدولة الإسلامية فلم يشترطوا أو لم يقبلوا هذا الشرط أن يكون الخليفة قراشياً هذه فرقة خارجية الخوارج بمختلف صنوفهم وأيضاً الأباضية اللي يعني بعدين هدأوا وتخلوا عن العنف وأصبحوا فرقة فقهية فقهية لا تمتاز عن بقية المسلمين لأن الخلاف بين جميع المسلمين لم يكن حول الإسلام الإسلام واحد لدى جميع الفرقة الإسلامية الإعتقاد بالله تعالى والإمام بالنبي والإمام بالآخرة وأيضاً وأيضاً الصلاة والصوم والحاج والزكاة هذه كلها أمر والتفقين عليها جميعاً فلم يكن هناك خلاف بين المسلمين حول الإسلام الموجود بالقرآن الكريم إنما الخلاف نشأ سياسياً وحول السياسة من له حق الحكم ومن ليس له حق الحكم وبالتالي تكونت الفرق المتعددة طبعاً أضفوا على هذا الطابع يعني كل فرقة وكل جماعة اتطرفوا قليلاً غالوا قليلاً يعني ذهبوا يميناً وشمالاً إنما جوهر الخلاف كان حول الإمامة كما يقولون حول السياسة يعني حول الدستور وحول نظام الحكم فهذه هي الفرقة الرئيسية يعني البعض حاول أن يفرق الأمة الإسلامية على أساس العقائد وصفات الله تعالى وأن الله مثلاً جسم أو غير جسم أو تفريعات جزئية الفرقة السنية مثلاً أو الطواعف السنية عموماً كانت تؤمن بأي حاكم يجي للسلطة يصبح هو حاكم أي واحد يستولي على السلطة بأي طريقة كانت بطريقة شورى بطريقة انقلاب عسكري طريقة وراثة كذا يعتبروا هذا حاكم ويجب ولي أمر كما الآن ترون بالسعودية وغير السعودية كثير من الناس يعتقدون بأن الحاكم هو ولي الأمر حتى صدام حسين كان يعتبره ولي الأمر بعض الناس بالعراق بينما الشيعة مثلاً قالوا لا أنا خلافة من أهل البيت والخلافة للعترة ولهذا الفريق أو لذلك الفريق انقسموا أيضاً زيدية وجعفرية واثنى عشرية وإسماعيلية وما إلا ذلك في الحقيقة لست أنا وحدي الآن هناك شريحة عامة من المثقفين والمفكرين الإسلاميين من السنة والشيعة يحاولون تجاوز هذا التراث تجاوز هذا الانكسام والعودة إلى القرآن الكريم العودة إلى القرآن يعني القرآن وطبعاً السنة النبوية ما فيها هالانكسامات لا فيها شيعة ولا فيها سنة ولا فيها إباضية لأن هذه الانكسامات كلها كانت دور حول ما بعد القرآن ما بعد السنة النبوية في الخلافات التاريخية اللي كانت خلافات سياسية بالطبع كل جماعة وكل فريق يمكن أيضاً سووهم بعض الأحاديث ما عدا الأباضية اللي ما عدم حديث بعدم مثلاً قراشية الحاكم هم رفضوا أن هذا حديث ضعيف ومفتعل وما نقبل به ولكن الشيعة اللي الإمامية خصوصاً صنعوا لهم أحاديث حول إمامة أهل البيت والنص عليه من الله وأنهم معصومون وأنهم لديهم علم غيبي أو كذا هذا كل كلام هم أهل البيت ما كان يعرفوه وكان ينفوه ولكنهم ينسبون هذا الكلام إليهم سراً وفي الباطن السنة كذلك اللي يعدهم تأويلات للقرآن وعدهم أحاديث موضوعة ومكذوبة بضرورة طاعة أي حاكم كان والخضوع له الآن في نهضة إسلامية مشتركة عامة تحاول تجاوز هذا التراث الطائفي وتعود إلى القرآن الكريم والسنة النبوية طبعاً لتشرح القرآن السنة الصحيحة وليست الأحاديث المزيفة والموضوعة والمصنوعة وأيضاً إلى العقل العقل اللي هو ينظم حياتنا يعني الأنظمة الديمقراطية مثلاً أو الشورى هذه أنظمة ما موجودة في القرآن ما مصوصة عليه بالقرآن لأن الإسلام لم ينص على نظام سياسي معين فالعاقل يقول أنه الحكم إذا إحنا يعني آمننا بمبدأ القوة وأي واحد يسيطر على السلطة يصبح هو حاكم شرعي هذا يولدنا سلسلة من الانقلابات التي لا تنتهي انقلابات العسكرية وأي جماعة تمتلك القوة أكثر تقوم بمؤامرة وتقوم بانقلاب وتقوم هذا مسلسل اللي دمرنا ودمر العالم الإسلامي إذن فالطريق الأفضل هو أن نعود إلى الشعب والشعب هو الذي يمنح السلطة لمن يريد وذلك عبر الانتخابات الشفافة ديمقراطية مجلس برلمان وتشكل الحكومة على ضوء ذلك ونضع دستور الدستور هو اتفاق بين مكونات الشعب بين أبناء الشعب بين قبائل الشعب بين عموم الشعب على دستور معين على طريقة الحكوم هذا من وضع الناس هذا لأنه الإسلام لم يحدد فيه شيئا فهو مترك إلى الناس والناس هم الذين يقررون ذلك فإذن